أرجع لك للرجل بتاع الإسماعيلي ها بدأ المعاكد لا لا هو بدأ حوار عاقل ومهزب جدا 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 وكالعادة والأهلي بيكسب بلعبة إسماعيلي والأكس بيكسب بالحكام والأهلي بتاع خدته طبعا قلت له تعالى نعمل المنطق هو أنت لما تاخد فلان بالسكة الحديد وتاخد فلان من شعرف من مغاغة وتبقى بتفرغ النوادي دي فسكة تقول له لا أنت بتاخد تدي فرص لناس وانت عملت عليهم قيمة مضافة نجحوا معاك وبعدين هؤمن الناس دي انتقلت إلى نوادي أخرى عشان أنا لما بقول لكم الحضري وشادي وفضل وهاني سعيد وكل كبات الكبار دول يعني لعبوا في وبراين سعيد لعبوا في الإسماعيلي أم قال لي بس ما خدناهمش من الأهل قلت له حلو أنا عزك أنا بس أالك السؤال ده عشان تجاوبني الإجابة دي تعال نشوف بقى احنا خدنا اللعب في الإسماعيلي منين فلان من شفل فلان من العربي فلان من النصر السعودي فلان 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 خدنا تلاتة بلزب بشكل مباشر من الإسماعيلي وكان كلها صفقات عبارة عن لعيبة زائد فلوس محمد عبد الله بمحمود شيكو مبلغ شريف عفضيل مبلغ كبير وأحمد صديق وهكذا فعمرنا ما كنا بنستغل أن اللعيب فاضله ستة شهر في حين أنتوا سبتوا لعيبة كتير لأن ديها تانية كتير بدل ما تكسبوا خسرته فالراجل قال لي تصدق عندك حق فكر كده شواء يعني ما استسلمش بالسهولة بس فكر 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 وقال لي كلام في منطق قلت له إحنا يعني الإسماعيلي نتمنى له كل الخير لأنه أنا شخصيا بستمتع بيكون يعني أنا أتمنى أن يتعافى الإسماعيلي أتمنى بالمناسبة الإسماعيلي ماشى منذ لحظات مدربه لأرجنتيني ببراون وبيفكر أو بيفاوض زي ما قال الرئيس النادي يحيى الكومي أنه بيتفاوض مع البلجيكي توم سان تيريس ده مدرب جنبيا مدرب منتخب جنبيا بلجيكي بيتفاوض معه أو مرشح لخلافة براون الأرجنتيني اللي سريعا تم الاستغناء عنه وأشرف خضره محمد حمص هما اللي بيدربوا الفريق ولاد الإسماعيلي جازين يشيلوا الليلة في أي لحظة لكن لما تجيب مدرب بقى اتقل عليه شوية لأنه مش في يوم وليلة أنا والله الإسماعيلي تفقلت أن موقفه عاد غير جدا من كسر ربطة قدم مطشط كويسة